إذن مشاهدين المحرقة نازية أو عملية الإبادة التي مارستها حكومة ألمانيا نازية ضد ملايين اليهود هي تعود لتاريخ الحديث في اليمن وعلى يد ميليشيا الحوثي هاشتاغ هولكوست الحوثي بلغة العربية والإنجليزية أطلقه اليمنيون وتفاعل معه العرب نعرض لكم هذه التغريدات تزامنا مع النداءات اليمنية للمجتمع الدولي بالتحقيق في الجريمة الإنسانية التي ارتكبت في العاشر من مارس أي قبل يومين بداية المشاهدين الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد تفاعل مع تغريدة الدكتورة ويسام باسندو والتي طالبت فيها كل مغردي تويتر بالتفاعل مع وسم هولكوست الحوثي والتي تقول فيها كما نشاهد على الشاشة مشاهدين مناصرة لإخواننا لاجئين الأفارقة الذين تعرضوا لمحرقة على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية تفاعلوا وغردوا اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليمن على تويتر تحت وسم هولكوست الحوثي الإعلامي اليمني عبدالإسماعيل أيضا مشاهدين استهجن المحرقة ويقول كما نشاهد يقول إن الجريمة هي ضد الإنسانية ضد القيم والأخلاق لا تقوم بها إلا جماعات تجاوزت الإرهاب وتعدت كل أوصاف العدمية والهمجية والقبح لا تتوقفوا عن نصرة ضحاياها فالجريمة يشجعها الصمت المغرد عبدالله يسأل بوسم هولكوست الحوثي وين الإنسانية وين العروبة وين الدين من هذا هي بصمة عار للأبد سوف يحاسب عليها وذلك تحت وسم هولكوست الحوثي مغردة أخرى تقول هنا الحوثي المجرم يحرق المهاجرين الإثيوبيين وهم أحياء وأيضا بوسم هولكوست الحوثي مشاهدين الوسم ما زال نشطا وعرف عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أنه هو المطلب الأوحد من منصة تويتر عرضنا لكم بعضا من هذه التغريدات باللغة العربية وما زال التوفاعل أيضا مستمرا باللغة الإنجليزية